مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مواعد نشرة تحوالة تقصي طلع لكم من قناتكم الوطنية تيفي إذن نبدأ نشرتنا جوزة مشاهدينا بالوضعية المرتقبة لفجر يوم الجمعة بإذن الله بعض اضطرابات الجوزة ستبقى في المواعد نتقب أمطار كذلك على غنبية الولايات سحيدية الشرقية الغربية على الشلف حتى الجلفة والغواط زوابع راملية الحيطة والحذرة على تمنعس من لسبة درجات الحرارة مع الفجر إن شاء الله انخفاض يبقى محسوس في درجات الحرارة نحن سجدو 6 درجات كأدنى مقياس على البيض مشيرية ونعامة و14 درجة بأقصى الجنوب برج برج مختار عينجزا معين أزوا وأباليسا إذن الوضعية المرتقبة بعد الظاهرة إن شاء الله تبقى الأمطار بحويله على غنبية الولايات الغربية على وهر المستغانم سيدي بلعب باس كذلك الأمطار يمكننا تلحق حتى الجلفة على البيض مشيرية نعامة على تلمسان على شلف زوابع راملية الحيطة والحذرة على تندوف وورقلة كذلك إذن بعد سحبنا نول عالي وتوسط إلى أجواء غائمة على الجزائر العاصمة وضوحيها من لسبة درجات الحرارة بعد الظاهرة إن شاء الله يبقى الانخفاض محسوس في درجات الحرارة على أغلبية الولايات درجات الحرارة يدح تبقى في محدى لها الفصلي 23 درجة من أبزاع الولايات الساحلية الغربية 18 درجة على الاندرومة نفسها من القياس على البيض مشيرية ونعامة و29 درجة بأقصى الجنوب برد وجه مختارة عن قزام عين أزواء وأبليسة للملحة والصيد البحري مشاهدينا الكرام العموم بحرارة سيكون مضطرب هايجال أغلبية السواحل الشرقية الوسطى حتى السواحل الغربية مع اتجاهات رياح مختلفة إذا نحقنا ختام موعد نشرتكم الجوية لنهار الغد الجمعة 18 نوفم 2022 الشرق على ساعة 27 دقيقة صباحاً أما الغروب على ساعة 35 و30 دقيقة مساء لماذا زدنا المعلومات مع لكم غير تزوروا مواقعنا الإلكترونية لدينا في الخدمة بقاولة خير ترافة رحيتكم اشتركوا في القناة